أباي بالحلوين الأولاد والبنات سنقول ابتدائي النهاردة هنحكي قصة عن أماد السيد المسيح زمان كان فيه واحد اسمه يحنى المعمدان يحنى المعمدان ده كان ابن زكريا والي صباط كان واقف عند نهر اسمه نهر الأردن بيتكلم مع الناس عن الله اللي بيحبوهم قوي واللي هيبعث لهم شخص عظيم جدا علشان يخلصهم ويفرهم وهو واقف بيتكلم مع الناس عن الله كان بيعمدهم بالمية وكان بيقولهم انه الشخص ده لما يجي هيعمدهم بالروح الكدس كان الناس واقفين بيسمعوا الكلام وهم فرحانين بس كانوا مشتقين يعرفوا يا ترى مين الشخص العظيم اللي هيعمدهم باسم الروح الكدس واللي هيخلصهم ويفرحهم وفي يوم من الايام ويحنى واقف بيعمد الناس في نهر الأردن لقى شخص جاي عليه من بعيد وعمال بيقرب منه وفضل يقرب منه لغاية لما واقف قدامه وطلب منه ان هو يعمده زي ما بيعمد الناس كان يحنى مستهرب جدا ازاي الشخص ده يطلب منه طلب زي ده وقال له انت ازاي تطلب مني ان انا اعمدك ده انا ما استحقش ان انا احل سيور حزائك انا ما استهلش ولا استحق ان انا ألمس او افك الروباط بتاع الجزمة بتاعتك ازاي تطلب مني ان انا اعمدك تفتكروا مين الشخص ده الشخص ده هو بابا يسوع لكن علشان يحنى كان انطيع وبيسمع كلام ربنا سمع كلام بابا يسوع وفعلا غطسه في المية بتاعت نهر الاردن ولما صعد الرب يسوع من المية شافوا هو يحنى والناس اللي كانوا نوقفين شافوا حمامة بيضة جميلة شكلها جميل قوي نزلة جاية من السماء ووقفت على رأس بابا يسوع وفي نفس الوقت سمع صوت عظيم جدا بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت فرحوا كل الناس جدا وعرفوا انه الشخص اللي كان بتكلم عنه يحنى المعمدان هو الرب يسوع هو ده الشخص اللي هيخلصهم وهيفرحهم هو ده الشخص اللي بيحبهم دي القصة بتاعته النهاردة قصة عماد السيد المسيح طيب الاية بتقول ايه وعمدوهم باسم القاب والابن والروح القدس وعمدوهم باسم القاب والابن والروح القدس دي كانت قصة النهاردة ترجمة نانسي قنقر